أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب العرش والكرسي في الحديث الثاني من كتاب الكافي الشريف هذا الحديث يتضمن حوارا جرى بين الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وبين أبي قرة من علماء العامة حيث أن أبا قرة كان يتصور أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش بالجلوس الحقيقي كما يتوهمه المجسمة في العصر الحاضر أيضا لعدم فهمهم لمعنى قوله الرحمن على العرش استوى لم يدركوا معنى هذه الآية ولم يعلموا بأنها من الآيات المتشابهة التي يجب أن يرجعوا فيها إلى الراسخين في العلم لذلك كان أبا قرة يتصور أن الله جالس على العرش وأن العرش يحمله ملائكة ثمانية كما ورد في آية أخرى في القرآن الكريم فإذن يتوهم أن الله محمول والعياذ بالله من هكذا اعتقاد فجاء أبا قرة إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ليتحاور معه ويتناقش معه في هذه المعاني هذا الحديث الثاني يتضمن ثلاثة أمور الأمر الأول استدلال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام على أن الله ليس بمحمول سبحانه وتعالى والإمام يستدل بأدلة ثلاث لإثبات هذا الأمر ثم في المبحث الثاني الإمام عليه الصلاة والسلام يبين معنى قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ومعنى قوله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله ما هو معنى حملهم لهذا العرش وما هو العرش بعد أن الإمام بيّن عقلا ونقلا من القرآن أن الله سبحانه وتعالى ليس بمحمول يأتي في المبحث الثالث أبو قرة يستدل بحديث لإثبات أن الله سبحانه وتعالى محمول والإمام عليه الصلاة والسلام يرد استدلال أبي قرة ويبين المعنى الصحيح للروايات الواردة في هذا الشأن أما المبحث الأول عن صفوان ابن يحيى وهو من أجلاء أصحاب الإمام الرضا ومن الثقات الذين لم يرووا ولم يرسلوا إلا عن ثقة من أجلاء الفقهاء كان فصفوان ابن يحيى يقول سألني أبو قرة المحدث من علماء العامة كان يحدث يعني يروي الأحاديث وغالب محدثي العامة كانوا من المجسمة لأن هؤلاء كثرت عندهم الأحاديث وخاصة الأحاديث الموضوعة من جهة ومن جهة أخرى أنه لم يعتبروا العقل حجة فلذلك آمنوا بهذه الروايات الموضوعة أو لم يفهموا معاني الروايات الصحيحة أو اختلط الآمر عليهم بين المحكم والمتشابح فتصوروا المتشابهة محكما يقول سألني أبو قرة أن أدخله على أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام فاستأذنته فأذن لي طبعا بين قوسين نذكر هنا أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه كان وليا للعهد ومن المعلوم أن كثير من الناس خاصة من العامة من علمائهم يرغبون في الارتباط بالسلطة الحاكمة لأنهم يفسرون قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يفسرون أولي الأمر بالحكام حتى إذا كانوا فاجرين فلذلك دائما يحاولون التقرب والتزلف إلى الحكام سواء كان حاكما عدلا أو حاكما ظالما جائرا لأنهم بزعمهم وبتفسيرهم الخاطئ لأولي الأمر يعتبرون أولي الأمر الحكام بشكل مطلق ويقولون بأن إطاعتهم واجبة ولذلك تراهم دائما يحومون حول الحكام ويستفيدون من فتاة طعامهم وحيث أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان وليا للعهد وكثير من هؤلاء لم يكنوا يدركوا الخطة التي حاكها المأمون وأيضا لم يكنوا يدركوا أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام اشترط شروطا من جملتها عدم التدخل في المسائل الحكومية فلذلك كانوا يتوهمون أنه بعد أيام يموت المأمون والإمام الرضا يصبح الخليفة فلذلك كانوا يريدون أن يتقربوا إلى الإمام ضمانا لمستقبل مناصبهم وأموالهم وما إلى ذلك فلعل هذه القضية كانت في ذلك الوقت فاستأذنته يعني استأذنت الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ليدخل عليه أبو قر فأذن لي فدخل فسأل عن الحلال والحرام هذه أمور لعله صفوان اختصرها لم يذكرها لأنه كان يريد أن ينقل البحث الكلامي الذي دار بينهما ثم قال له يعني أبو قر قال للإمام الرضا في هذا البحث الكلامي أفتقر أن الله محمول هل الله محمول أو لا هنا الإمام يبدأ في المبحث الأول الإمام يذكر ثلاثة أدلة دليل عقلي ودليل لفظي ودليل نقلي على أن الله سبحانه وتعالى ليس بمحمول بحيث أنك تتصور أنه جالس جلوسا حقيقيا على العرش وهذا العرش ثمانية من الملائكة يحملونه فإذن حسب توهمك الله محمول من الملائكة الملائكة حسب تعبيرنا شايلين ربهم الإمام يستذل بدليل عقلي على بطلان هذا وبدليل لفظي وبدليل نقلي أما الدليل اللفظي الإمام عليه الصلاة والسلام يقول كل محمول مفعول به مضاف إلى غيره محتاج هذا الدليل العقلي الإمام بثلاثة ألفاظ يبين الدليل العقلي حاصل هذا الدليل إن كون الشيء محمولا معنى ذلك أن يكون الشيء متأثرا بغيره ومتغيرا ولا يعقل التأثر في الله سبحانه وتعالى ولا يعقل التغير في ذات الله سبحانه وتعالى حاصل هذا الاستدلال هو بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء لأن الاحتياج صفة نقص ولأنه رفع الاحتياج يستدعي وجود من يرفع ذلك الاحتياج فإذا كان هناك شيء يرفع ذلك الاحتياج فهو إما يكون شريك والعياذ بالله أو يكون هو الخالق لأن فاقد الشيء لا يعطي هذا قد مر بحثه مفصلا الله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج ليش؟ لأن المحتاج معناه أنه له نقص في شيء لذلك يريد أن يرفع ذلك النقص فيحتاج إلى غيره أنت إذا تملك شيئا لا تحتاج إلى الغير لأنك تملك ذلك الشيء أما إذا لا تملك الطعام مثلا تريد أن ترفع حاجتك من الطعام فتذهب إلى الغير وتحتاج إليه في أخذ الطعام زين لو قلنا بأن الشخص أو شيء محتاج معنا ذلك أن الغير ينبغي أن يرفع هذا الاحتياج فذلك الغير أقوى وأملك من هذا الشخص لأنه له ما ليس لهذا الشخص إذا قلت بأن الله سبحانه وتعالى محمول والعياذ بالله معنا ذلك احتياج الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الملائكة الذين يرفعون العرش الذي هو جالس على ذلك العرش هؤلاء الملائكة إذا هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى فكيف هم مخلوقون ويرفعوا حاجة خالقهم لأنه فاقد الشيء لا يعطيه إذا الخالق ليس له شيء ثم خلق مخلوق ذلك المخلوق لا يعقل أن يكون له ذلك الشيء لأنه من أين يحصل ذلك الشيء لازم إذا حصل شيء يحصل من خالقه فإذن الخالق لا يكون محتاجا إلى خلقه فهؤلاء الذين يحملون حملهم يستلزم الحاجة والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص لكي يحتاج إلى شيء حملهم يستلزم التغير لأنه قبل أن يخلق الله الخلق كان الله ولم يكن معه شيء لم يكن هناك عرش لأن العرش مخلوق ولم يكن هناك حمل للعرش لأن حملة العرش أيضا مخلوقون فالله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيئا ثم خلق العرش ثم خلق هؤلاء الملائكة الذين هم حملت العرش حينما كان ولم يكن معه شيء لم يكن جالسا على العرش لما خلق العرش وخلق هؤلاء حسب زعمكم جلس جلوسا حقيقيا على العرش يعني تغير كان في حالة تغير عن تلك الحالة إلى حالة أخرى والتغير صفة نقص ليش؟ لأنه لماذا يتغير؟ إما كان ناقصا فبالتغير يرفع عن نقص أو كان كاملا والتغير يسوقه إلى النقص يعني مثلا نمثل لك مثال أنت في دارك جالس تخرج من دارك إلى السوق زيان هذا خروجك تغير من جلوس في الدار إلى خطوات إلى أن تصل إلى السوق لماذا تذهب إلى السوق؟ لأنك محتاج لو لم تكن محتاجا لم تكن تذهب إلى السوق أو واحد يكون عابث يخرج هكذا بلا غرف فالتغير يلازم الحاجة إما من نقص إلى رفع النقص تذهب إلى السوق لتشتري حوائج مثلا هذه الحوائج تحتاج إليها لأنك لا تملكها فلذلك تريد أن ترفع هذا النقص لذلك تذهب أو لا من كمال إلى نقص نفرض مثلا الإنسان عندما يكبر ومن نعمره ننكسه في الخلق عندما يكبر يكون الإنحدار في قواها الجسدية بل في بعض الأحيان في قواها العقلية بحيث أنه يصل الإنسان إلى أرض للعمر فإذن إذا قلت أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق العرش والملائكة لم يكن جالسا على العرش ثم بعد أن خلقهم جلس على العرش يعني تغير لماذا هذا التغير عبث الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث هل كان محتاجا إلى الجلوس بحيث رفع حاجته بعد خلقه لهذا الخلق هذه صفة نقص فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نصفه بصفة نقص فمنزه عن الجلوس بالمعنى الحقيقي الإمام عن هذا المعنى الذي بيناه يعبر عبارات مختلفة كله محمول مفعول به يعني متأثر من الغير مضاف إلى غيره يعني منسوب إلى غيره الله هل يمكن أن يكون منسوبا إلى الغير كلا كل الأشياء هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى فهي المنسوب إليه لا أنه هو المنسوب إليها محتاج لأنه يحتاج إلى الحمل لذلك حمل هذا الدليل الأول وهو دليل عقلي طبعا نحن شوي اختصرنا في هذا الدليل لأنه في حلقات ماضية مفصلا بينا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة ومنزه عن التغير ومنزه عن التأثر هذا الدليل الأول وهو دليل عقلي الدليل الثاني وهو دليل لفظي حاصل هذا الدليل هو أنه نحن لنا ألفاظ نستعملها هذه الألفاظ قد تدل على نقص وقد تدل على كمال وقد لا تدل لا على نقص ولا على كمال مثلا نقول عادل عادل هذه كلمة تدل على كمال نقول زيد عادل يعتبر مدح هذا عدنا كلمة أخرى ظالم هذه تدل على نقص نقول مثلا الحاكم الفلاني ظالم هناك كلمات لا تدل على نقص ولا تدل على كمال نقول زيد رجل هند امرأة كون الشخص رجل أو امرأة هذا لا يدل على نقص ولا على كمال لأن النقص أو الكمال يرتبط بأعمال الإنسان إن أكرمكم عند الله أتقاكم الألفاظ التي تستعمل في توصيف الله سبحانه وتعالى أو في تسميته هذه الألفاظ لا يجوز أن تكون ألفاظ نقص لا يجوز لك أن تستعمل أوصاف أو أسامي أو حتى ألفاظ تشير إلى الله سبحانه وتعالى تتضمن نقصا مثلا اليهود كانوا يقولون وقالت اليهود يد الله مغلولة هذا توصيف الله سبحانه وتعالى بذلك لذا الآية تردهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فالألفاظ التي تدل على النقص هذه لا يجوز استعمالها في الله سبحانه وتعالى الألفاظ التي تدل على الكمال هل يجوز أن تستعملها في الله سبحانه وتعالى الجواب أسماء الله توقيفية وسيأتي باب بالمستقبل إن شاء الله وفصل في هذا الشأن هناك ألفاظ تدل على الكمال لكن أنت لا يحق لك أن تصف الله سبحانه وتعالى أو تسميه بتلك الألفاظ إلا إذا ورد من الشرع التسمية بتلك الأسامي سواء في القرآن أو في السنة الشريفة لذا ورد في القرآن الأسماء الحسنة مثلا وفي السنة الخالق الرازق القاهر القادر اللطيف الخبير وهكذا من الأسماء الحسنة هذه ألفاظ تدل على الكمال واستعملت في القرآن وفي السنة الشريفة لكن ألفاظ هي تدل على الكمال لكن لم تستعمل في القرآن ولا في السنة لا يجوز لك أن تستعملها هذا الأمر تمتفق بين الفريقين من العامة والخاصة بأن أسماء الله توقيفية مثلا في سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون هذه الزراعة الله سبحانه وتعالى هو الذي أنبت هذه الأشجار وهذه النباتات أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لكن لا يوجد في القرآن ولا في الروايات استعمال لفظ الزارع على الله فلا يجوز لك أن تخاطب الله سبحانه وتعالى بلفظ الزارع تقول يا زارع هذا لا يجوز لماذا؟ لأن أسماء الله توقيفية ولا يجوز استعمال اسم على الله سبحانه وتعالى إلا بإجازة من الشارع يعني وروده في القرآن أو في السنة المطهرة إذا اتضح ذلك وسيأتي تفصيله في باب توقيفية الأسماء نأتي إلى الدليل الثاني الذي يسوقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لإبطال هذا المعنى الذي يتصوره أبو قرى وأمثال من المجسمة محمول محمول هل يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى بالمحمول؟ كلا لماذا؟ لأن المحمول صفة نقص معنى الحاجة حاجة إلى أن يحملك شيء وكما ذكرنا الألفاظ الدالة الألفاظ الدالة على النقص لا يجوز استعمالها في الله سبحانه وتعالى هذا من جانب لو فرض أنه واحد كابر وقال لا محمول ليست صفة نقص نقول لا بس هل ورد في القرآن وفي السنة هذا اللفظ؟ أن تصف الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ؟ الجواب كلا فإذن لا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بالمحمول هذا الدليل الثاني وهو دليل لفظي لذا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول والمحمول اسم نقص في اللافظ يعني هذا اللافظ يدل على معنى ذلك المعنى فيه نقص أنت تحتاج إلى أن تحمل لذا صرت محمولا والمحمول اسم نقص في اللافظ والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحة الحامل هذا اللفظ يدل على المدح لأنه يدل على عدم الحاجة أما المحمول اسم نقص لأنه يدل على الحاجة لذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعبر عنه بتعبير الممسك أن الله يمسك السماوات والأرض الإمساك هو بمعنى الحمل الذي أمسك السماوات والأرض أن تزوله والله سبحانه وتعالى فلذلك أن تصف الله سبحانه وتعالى بأنه يمسك السماوات والأرض لكن لا يجوز لك أن تصفه بأنه محمول والحامل خلق من خلقه هذا يكون في اللفظ نقص والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحة وكذلك قول القائل فوق وتحت وأعلى وأسفل وقد قال الله وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلَمْ يَقُلْ فِي كُتُبِهِ أنه محمول هذا الدليل الثالث الدليل الثالث أنه لا يوجد دليل نقلي على إثبات أن الله سبحانه وتعالى محمول فلذلك لا يجوز لك أن تقول أن الله محمول هسا بعديا أبو قر يقول لا هناك آيات الإمام يبين معنى تلك الآيات وأن تلك الآيات لا تدل على معنى الحامل الذي توهمه أبو قر ولم يقل في كتبه يعني سواء في القرآن أو في سائر الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى الكتب غير المحرفة ولم يقل في كتبه إنه المحمول بل قال إنه الحامل في البر والباحر متى قال في سورة الإسراء وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْمُمْسِكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَ أين؟ في سورة الناحل الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول فالمحمول ما سوى الله بني آدم حملناهم في البر والبحر السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول فإذن في الشرع لم يستعمل لفظ المحمول فكيف أنت تستعمل هذا اللفظ فعقلا مستحيل أن يكون الله محمول لفظا هذا اللفظ نقص لا يجوز أن تصف الله سبحانه وتعالى به نقلا أسماء الله توقيفية ولم يستعمل هذا اللفظ في الله سبحانه وتعالى طبعا هنا نشير إلى مسألة هامة جدا إحنا عدنا اسم وعدنا وصف وعدنا إشارة ما دلت عليه الأدلة هو أنه لا يجوز أن تسمي الله سبحانه وتعالى باسم لم يرد في الشرع لا يجوز لك أن تصف الله سبحانه وتعالى بوصف لم يرد في الشرع لكن إذا كان عنوان مشير ليس اسما ولا وصفا وإنما مشير لا بأس مثلا أنت ترى زرعا تقول الذي زرع هذا الزرع هو الله سبحانه وتعالى هذا لا بأس به لأنك بكلامك هذا لا تريد أن تسمي الله سبحانه وتعالى بالزارع أو تصفه بالزارع تريد أن تشير إلى حقيقة بأن هذا الزرع أخرجه الله سبحانه وتعالى وكذلك قول المتكلمين حينما يعبرون عن الله سبحانه وتعالى بواجب الوجود واجب الوجود بمعنى أن وجوده ضروري لا يحتاج إلى علة لذلك هو الأول بدون علة يستحيل عليه العدم واجب الوجود هذه اللفظة لم ترد في الروايات الشيء الذي ورد في الروايات القديم بنفس معنى واجب الوجود لكن هذا الاستعمال الذي يستعمله المتكلمون كما يقول بعض الفقهاء هذا لا ينافي توقيفية الأسماء حتى وإن لم يرد في الروايات والسبب في ذلك هو أنك عندما تقول واجب الوجود لا تريد أن تسمي الله بالواجب حتى يقال إنه لم يرد في النصوص كلمة الواجب لا تريد أن تقول إن هذا اسم لله وكذلك لا تريد أن تصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف بحيث أنه يكون مثل وصف الله سبحانه وتعالى بالخالق والرازق والقادر والقاهر وما إلى ذلك وإنما تتخذ هذه اللفظة إشارة إلى الله سبحانه وتعالى ببيان حقيقة من الحقائق وهذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج في وجوده إلى شيء مثل ما الرسول صلى الله عليه وآله في حديث معروف رواه الخاصة والعامة يقول ما معناه أن وصي خاصف النعل من هو وصير الرسول من هو وارث الرسول من هو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصف النعل يعني الذي يرقع النعل فالمسلمون التفتوا في المسجد وجدوا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يخصف نعله يعني يرقع النعل زين عندما الرسول صلى الله عليه وآله قال مثلا خليفتي أو وصي خاصف النعل هذه كلمة خاصف النعل اسم لأمير المؤمنين كلا هل وصف بهذا المعنى الذي نريده كلا ليس وصفا حالة طارئ عارضة كانت وإنما هذا عنوان مشير لذلك خاصف النعل ليس له الداخل في خلافة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأن خلافته جاءت من الله سبحانه وتعالى وخصف النعل ليس من أوصاف الإمام بما هو إمام وإنما هذا الدليل على زهد الإمام وعلى تواضعه ليس يرتبط بجانب الإمامة إنما يرتبط بجانب الزهد والتواضع إذن هذه اللفظة خاصف النعل ليست اسما ولا وصفا بالوصف الذي نقصده هاهنا وإنما عنوان مشير يشير إلى شخص الناس يرون هذا الشخص يرونه علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة الرسول صلى الله عليه وآله أشار إلى الخليفة من بعده وصرح بذلك وأيضا ذكر فضيلة من فضاء الأمير المؤمن عليه الصلاة والسلام وهو زهده وتواضعه مثلا فحينما هؤلاء يقولون من المتكلمين واجب الوجود هذا ليس بمعنى الإسم ولا بمعنى الوصف بالمعنى المذكور وإنما عنوان مشير والأسماء والأوصاف توقيفية أما العناوين المشيرة هذا لا بأس بها حتى إذا لم ترد في النصوص طبعا بين قوسين نذكر أنه هذا وإن كان جائزا كما يقول بعض الفقهاء ولكن الأولى الالتزام بإصطلاحات الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعني الأئمة هذا المعنى بيّنوه بالأفض القديم فالأفضل أن نلتزم بهذا الإصطلاح من أن نخترع إصطلاحا آخر ونستعمل ذلك الإصطلاح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا وإياكم لما يحب ويرضى هذا القسم الأول من هذا الحديث وبعد ذلك يأتي أبو قرة ويذكر بعض الآيات القرآنية والإمام عليه الصلاة والسلام يبين معاني هذه الآيات القرآنية وأن هذه الآيات لا تدل على أن الله محمول وإنما تدل على أن العرش محمول والعرش غير الله سبحانه وتعالى هذا تفصيله سيأتي في الحلقة وفي الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر